دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أصبح أول لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية بمجرد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أيسلند. وتم تكريم رونالدو قبيل أنطلاق مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأيسلندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا. وكانت أول مباراة لرونالدو مع المنتخب البرتغالي في آبي أغسطس 2003 عندما شارك ضد كازاخستان ويعد الدون كريستيانو رونالدو 38 عاماً. الهداف التاريخي على الصعيد الدولي أيضاً بتسجيله 123 هدفاً حتى الآن. وصرح كريستيانو رونالدو قبيل المباراة ضد إيسلندا لعب مئتان مباراة يثبت مدى حبي لبلدي. بالنسبة لي يعد هذا حدثاً مهماً للغاية فهذا يعني الكثير ما أتاني هو رقم جميل لا يمتلكه أي لاعب. أنا فخور جداً لأن هذا شيء لم أعتقد مطلقاً أنه يمكنني الوصول إليه. وأنا مستمر في تسجيل الأرقام القياسية وتوجى رونالدو مع المنتخب بلقب بطولة أمم أوروبا في العام 2016 بعد الفوز في النهائي على منتخب فرنسا. وبلقب دوري الأمم الأوروبية 2019 وشارك في خمسة نسخ ضمن منافسات كأس العالمي. وأصبح رونالدو في منديالي قطر العام الماضي أول لاعب يسجل في خمسة نسخ لكأس العالمي. كما أنه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الهاتريك في المباريات الدولية برصيد عشر هاتريك. ترجمة نانسي قنقر